من جانبه قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني أنه تم الاتفاق على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأكد الزياني أنه تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات كما أكد الجانب على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار وأعرب الجانبان عن ترحيب البلدين بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتطلعهما بالتوصل إلى نتائج مثمرين تعزز الشراطة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر